ناقصات عقل ودين ايه الموضوع اللي الناس اتكلمت فيه كتير جدا ده ناقصات دين المعنى فيها واضح خلاص مش محتاج اما ناقصات عقل اقدر اننا نتكلم فيها تعال نشوف ايه موضوع ناقصات عقل ده ربنا اختص الأنثى بحاجة بشكل منفرد وهي الولادة مكان الولادة ده مكان اسمه الرحم اللي فيه الجنين او اللي بيكون فيه الجنين فربنا سمى الرحم وكرمه واداله اسم مشتق من اسمه وهو الرحمن مشتق من اسم الرحمن نفسه وده معناه ان ده تكريم واضح جدا ومش محتاج اي اختلاف ده تكريم واضح وضوح الشمس في رابعة النهار كده اتفقنا نيجي للي بعده الانثى لما بتيجي تحمل ايه اللي بيحصل الجنين ده بياخد من كالسام اللي في جسمها بياخد من عضمها بياخد من سنانها بيبقى فيه وهن والوهن هو الضعف تمام ولما بتيجي تولد يعني بعد ما شافت الالام المبرحة اثناء فترة الحمل هي بتكررها تاني في الولادة بس بشكل اصعب كمان وقد تواجه الموت اثناء فترة الولادة فربنا قال فيها ايه؟ قال حملته امه وهنا على وهن حملته امه وهنا على وهن يعني ضعف على ضعف الوهن يعني الضعف ويعني اللي هي مش قادرة جسمها بيضعف وحلها بيضعف وما فيش نشاط وبياخد من الغذى بتاعها عن طريق طبعا الحبل السري ويعني موضوع كبير ده طب بشوية فطبعا هنا لما نيجي نشوف الالام اللي هي تعرضت لها اثناء فترة الحمل ومواجهة الموت اللي هي بتواجهها اثناء فترة الولادة مين فيها السبب؟ الجنين طيب ده ممكن يكون مدعاء النهاية تكره السبب اللي عرضها للألم ده صح ولا لأ؟ ده عمر ما بيحصل ما عند أي أنثى ليه؟ لأن الرحمة اللي جواها والتراحم اللي جواها غلب على عقلها هي بتفكر بالقلب والعطفة أكثر ما بتفكر بإيه؟ بالمنطق والعقل فده اللي بيخليها تنسى كل الألم وتخليها تحبوا وكمان بتأثروا على نفسها بتفضلوا عليها الجنين كان ولد أو بنت كويس؟ هنيجي الحاجة كمان نقصات عقل لأنها لما بتلاقي أي خطر بيحدق أو بيلحق بأولادها بتحط أولادها وراها وتبتدي هي تبقى في وش المدفع لو في طلقة جاية لقدر الله بتقف كده عشان تخدها علشان تحمي أولادها فهي لنقصات عقل لأن القلب والعواطف عندها غلبت كفة العقل فهنا الموضوع ده تسمى عشان كده طب ليه؟ ده بيخليها أن هي تبقى مميزة وده بيخليها أن الحياة تمشي وده بيخليها أن الحياة تبقى فيها مرونة ودايماً بتيجي على نفسها نقصات عقل لأنها بتشتغل من مبدأ الآخرين ينجوا ثم أنا لكن لو إحنا يعني كانت عقل بس كانت من المنطق أن هي تقولك أنجوا بنفسي ثم الآخرين صحيح ما بتعملش كده أصلاً دي حاجة وفيه كمان حاجة نقصات عقل لأنها لما بتحصل مشكلة وإنت حضرتك كراجل بتيجي تطلطب عليها الموضوع بيخلص في كلمتين نقصات عقل عشان تعرف تلم أمورك ومشاكلك معاها نقصات عقل فعلاً حقيقة مش هقولك لأ علشان أنت لما بتقول كلمة حلوة الموضوع بينتهي نقصات عقل عشان أنت لما بتجيب وردة وإنت جاي أو حتى أي حاجة أي هدية بسيطة الموضوع أنت بتقدر تسيطر على الموضوع بالمعروف وبالكلمة الطيبة بتقدر تحتويها بأقل حاجة ممكنة نقصات عقل عشان لما بتزعل وبتروح لبيت باباها وبتروح تبتسم في وشها بتفتكر بينكم الذكريات الكويسة وبترجع معاك بكل سهولة غالباً لو ما كانتش المشكلة كبيرة يعني نقصات عقل لأنها دايماً بتحل على حساب جبها زي ما بنقول جبها من نفسيتها من أي ألم قد يواجهها بتقول مش مشكلة علشان الأطفال وعلشان البيت يقام ما فيش عمود في البيت يتهده وفي الآخر البيت دا ينهدم علشان خاطر الأسرة وبالتالي المجتمع وبالتالي الكون نقصات عقل عشان هما دايماً دايماً العاطفة عندهم بتغلب وبحلوا كل المشاكل بالعواطف علشان كده نقصات عقل نقصات عقل لأنها بتوجهها حيات أو بتوجهها حاجات مش بتفكر فيها في العقل لأنها لو فكرت في كل حاجة بالعقل وحصلت أنها تعرضت لأهنة أو حاجة استحيل أنها ترجع نقصات عقلاً خلينا أقولك أعوج الضلع أعلاه فإذا ذهبت تقيمه كسرته فاقبلهن على عوج يعني أنت دلوقتي راجل عندك ضلع مظبوطة أهو عامل زي المصطرة زي الفل تمام التمام ما فيوش أي مشكلة وهي دلقها عامل كده لو أنت جيت كده هنا في فجوة أهي يعني المكان ده دلوقتي أهو هنا في فجوة تمام طبعاً أنت هتيجي تقدل الضلع هتكسر في إيه دك هنا في فجوة لو أنت عملت كده كده الأمور محضنة وكده الأمور ما فيش فجوة وكده ما فيش أي حاجة بيننا خلاص بقت الأواصر متربطة وبقين لحمة واحدة يعني إيه الكلام ده الكلام ده يعني أنا كراجل يكون عندي ثقة بنفسي ولما أنزل لزوجتي ده شيء يزودني أبص للأمور من فوق ما بصش للأمور من شكل تاني أبص للأمور الرئيسية أبص لأن أنا عندي ثقة بنفسي النزول ده مش هيقلل حاجة من إمتي النزول ده رفعة النزول ده مرونة فكرية النزول ده أن أنت بتلم الأمور الإحسان أو الإنسان الإنسان عبد الإحسان الإحسان بتاعك بيزودك مش بيقلل ناقصات عقل لأن العلاقة اللي بين الراجل وبين الست هي علاقة تكاملية وليس تشابهية يعني أحيانا فيه شاب عايز يخطب يجي ياخد رأيه في حاجة بيقول لأنا عايز أخطب وفيه يعني مثلا حد شبهي قوي وفيه حاجات زي كده أنا أجأ أقول له إيه أجأ أقول له لأ أنت دلوقتي ما بتدورش على يعني ما نفعش تدور على حد شبهك وبنت زيك قوي يعني لأن هي علاقة تكامل لو فرضنا إن فيه راجل وست في البيت وهي عندها نصف فرخة قامت عملتها لو الراجل بيحب سدر الفرخة بس لو الراجل بيحب سدر الفرخة وهي كمان بتحب سدر الفرخة هيتخنق عليه يعني هي دي علاقة التشابه أما علاقة التكامل إن هي تاخد لهي عزاء وإنت تاخد لهو عاوزه كل حاجة متاحة فعلاقة التكامل ده شيء بيخلي الدنيا تمشي بيخليك أنت كراجل أنت جهة الأمان وهي كست جهة الحنان وده اللي مخليها من العواطف ومن القلب نقصات عقل لأن ده ميزة ورحمة ربنا جعلها فيها علشان الدنيا تمشي وعلشان أنت كمان علاقتك وبيتك كله يمشي فده موضوع إحنا نمتن نكون ممتنين لربنا فيه ونشكر ربنا عليه ده حاجة ميزة ثمينة جدا ترجمة نانسي قنقر